السلام عليكم متابعين الكرام جريمة مروعة تهز محافظة كاركوك اختطاف الطفل ايوب احمد الهزاع مواليد 2014 من قبل ابن خالة الطفل يسكن حي الخضراء في كاركوك والد الطفل المقدم احمد مهدي الهزاع ضابط مكافحة جران بيجي في صلاة الدين وتم مساومة اهله على مبلغ 200 مليون بعدها تم العثور على الطفل مختول خنطا ومرمي على الطريق الحولي فيما القتل القوات الامنية نتمثل مركز شرطة 90 والاستخبارات على منفذي الجريمة وهم شخصين احدهم الكاركوك والاخر ابن خالة الطفل يسكن صلاح الدين وهو الذي قتل الطفل لا حول ولا قوة الا بالله العليم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة